اشتركوا في القناة اليوم عندي نفس الشرصية نفس السيارة بس محسنة شوية حطلها شوية السيرويدز حقا العضلات فعندنا الكاد لك الاكس تي اس في اللي هي تون توربو خليكم معنا ان شاء الله اليوم وتنجار الله تنسيبكم التجربة معنا من دبي نحن نتكلم على أبعاد السيارة ما شاء الله بخرة كبيرة مين صغيرة أبدا يعني حتى طول من البي ام السبعمية وحالي خمسة سنتي فعندنا خمسة الاف مية واحدة وثلاثين مليمتر الف و الف وتملمية تنين وخمسين الف وخمسمية وعشرة الوزن الف وتسعمية يبتدي من الف وتمية وعشرة كيلو هاد النسخة الرياضية الفي الفي هنا معناتها على كاد لك جاي معناتها اتنين توربو تون توربو 410 حصان طبعا مخفضة من السي تايس 420 حصان حتى العزم مخفض بس جبارة يعني كل اللي سووه السيارة ما غيروا فيها كثير هلين نتكلم يعني نفس الشاسي نفس كل شيء اللهم الجنوط عملوها رياضية والمكينة أقوى تون توربو نفس القير بوكس نفس كل شيء حتى القير بوكس واحد نسبة الدفرنس بس اللي اتأخرت شوية الفي شبك حقها شوية مختلف عشان نوعا ما مدي يعني كداش منظر رياضي اكتر شوية سارة هاد غريبة شوية بمعنى اقول لكم كيف ده حين طبعا هذا المحرك القلب النابض حقها تون توربو بصراحة محرك يعني جدا عسل جدا حلو العادي منه اللي بدون توربو كان يجي ترتمية وخمسة احصنة على 6200 ربي ام يعني شوية عالي عشان نجيبها فالجديد تون توربو وانه كان مخفضين هنا على سيت اس جاي 410 احصان على 6000 ففيه 800 دورة اقل وفيه من شاء الله تبارك الله كام يعني 410 305 فيه من نتكلم على 110 احصنة تقريبا 105 احصنة دفع واحدة زيادة فهذه الواحدة شي جبار العزم بس 1200 دورة في الدقيقة 355 نيوتن متر لخمسمية نيوتن متر على 1900 لغاية 6000 ربي ام ومن شاء الله بتدي عزم جبار الاثنين توربو بشتغلوا من دوران محرك منخفض جدا من شاء الله السيارة تقيلة ماي خفيفة فبتديها العزم والزخم الكامل وزيادة انها تنطلق وتخلع السيارة السيارة عادية غريبة شوية ما هي جاية فئتها شوية غريبة يعني لا هي في مرسيدس فئة مرسيدس الاس كلاس ولا هي فئة مرسيدس الاي كلاس الاي كلاس هتاخد السي تي اس هتاخد السي تي اس في هتروحك انك تمسك المرسيدس الاي كلاس السيكس تري الام جي او تمسك البي ام دابلو الام فايف بالفي وتنزل بمطرة قتكسر فيهم لانها جاية ما شاء الله يعني خمسمية ستة وستين حصان ستمية حصان حسب الموديلات هذه لا هي فوق ولا هي تحت جاية اللي يبغى السيارة والله يا اخي انا بس احفر كتير من مكان لمكان ابغى سيارة مريحة عائلية شي خمسة نفار كبار براحة ما انا طالب انها تكون اداء رياضي بحث زي الالماني ما انا طالب سيدي انا سيدي الرائق احيانا انا شد شوية بالخط كده مو كتير بس ابغى النعومة والكراسي الملكي الفخامة الجلدة الحلو المريحة هذه هي السيارة فعشا كده فئاتها غريبة شوية السيارة دي عشا كده جمعته سكادلك بيعبوا يعني الفلاكشيب ما هي السفينة القائدة حقاتهم لسه بيعبوا واحدة انها تنزل تقاري على المان وتنافسهم في الفئاتة الكبيرة ولكن حاليا اللي يبغى سارة رياضية بحثة هياخد السي تي اس في اه مقارنة بالمرسيدس الامجي والمرسيدس والبي ام دابلو الفايف سيريز الخمسمية الام فايف واللي يبغى اه واللي يبغى شيء اكبر واوسع شوية بس مو بنفس الضراوة وقوة ياخد هادي او اذا ما يبغى توينتوربو ياخد اللي هي الاكس اي اس العايدية طبعا عندي تجربة على الاكس اي اس قبل كده على الامبالا فممكن تلاقوا فيها تفصيل كامل ممل هناك انا حاول ان نخلي هادي مختصرة بس على التعديلات والتغييرات اللي حصلت السيارة طبع زي احنا شايفين الماكينة جاي بالعرض دفع رباعي بس اه انا داما افضلت سيارات اللي بالدفع الرباعي تكون ماكينة بالطول فهي سارة ابتدت الشاصية انه يدفع امامي بعدين وصلوا له اوصال اضافية او قطع اضافية عشي سي دافر باعي فهي موجودة في البيوك اللي سيبر والموجودة كمان الله يسلمكم في الامبالا فهذه الكادلة الماكينة بالعرض 3600 سي سي توين توربو في في تي اي اللي هي داري فيول انجكشن وداء مباشر وصمامات نتغير بنفسها وتعدى نفسها حسب الضغط حق الماكينة طبعا زي احنا شايفين كميات العزل شوية موجود هنا حق الحرارة كله لانا ما بدي احكيكم يعني اشدت في السيارة التوين توربو الشغل والحرارة حقها تطلعت والسارة تقيلة ماء خفيفة ابدا زي ما احنا شايفين هذا المحرك وعندنا عزل حرارة عالي لان عندنا فيه 2 انتر كولرات 2 توربو هات موجودة الماكينة موجودة بالعرض ما نقدي كده محبذ انا المكان بالعرض طبعا السيارة تبنت على موجودة بيوك للسيبرو وموجودة على الشيبرولاي الماكينة اللي موجودة الماكينة يكون بالعرض وبعدين يتمد منها اوصال اضافية يصير تنقل من دفع امامي لدفعه باعي طبعا هنا التعديل الوحيد الذي اضافه انها 2 توربو هات ونسبة الضغط حقها الماكينة نزلت فعشان تدني السيارة مع التخفيض سارة 410 احصان بدل 420 والعزم سارة 500 بعدما هم ان شاء الله اكتر من كده وعندنا مكينة 3600 سي سي ستة سلندر داريك يول انجكشن وفي في تي اي تون توربو في في تي اي هي تقنية الصمامات المتعدلة او المتغيرة هذه الشنطة السيارة ما شاء الله واحدة من اكبر الشنط حق السيارات في الصناعة هذه ما شاء الله 509 لتر مكعب ان شاء الله تبارك الله اخشي جوه تشيل اربعة او ستة شنط حق بالراحة وفكرتني بالافلام زمين ايام زمان حق تلقات فاذر الايطاليين المافيا الايطالية لما كانوا حبوا يعني ارموا واحد الشنطة وكانت داما السيارات كاده لك مشهورة بالفخامة وبالقوة والشنطة الكبيرة فكان ارموا فيها بنيات دا ممكن جوه ما عندكم مشكلة واسعة ونازل غاية تحد ما شاء الله في مساحة هنا يعني ممكن كل دي مساحة هنا اكبر من شبر لفوق وما شاء الله الجوه وكمان في امكاني واحد تطبي كمان في فتحة في الكراسي تخش لجوه بالكامل عندنا طبعا هنا الكاميرا الخلفية عندنا حساسات رجوع لورا علامة الشنطة العلامة اللي هي الفارق حق قادلك دحين اللي هي المرأة عفون اللمبة حق الفرامي للتالتة في عندنا علامة في وعلامة الفور اللي هي الدفع الرباعي هادي السارة اللي هي بلاتنم اللي هي الفئة البلاتينية هادي علامة الفي سلمكم هناك علامة الفور حقة الاكس تي اس الدفع الرباعي الشكمانات طبعا صار شكلها شوية رياضي اكتر حساسات رجوع لورا زي ما قلنا اللمبة حقت الرفيرس رجوع لورا موجودة هنا والشكمانات التاني هنا كمان هنا جنود كروم ملمعة مقاسة كفر رياضي بحث على السيارة تعليقها ناعم بحاولوا يجمع بين اتنين ان هنا تكون نعومة الركوبة ونعومة الكراسي مع انه يكون التعليق شوية رياضي طبعا التعليق ماغنتيك رايد بس ان يتفق يعني ما هو رياضي رياضي بمعنى رياضي بحث لانه الكفرات بتحاول بتأدي غرض معين بس احيانا البودي ما بيتجاوب معاها الكفرات راح يفتجاهها البودي يكون راح بتجاه تاني شوية هذه دخلت السيارة من جوة في النهار عندنا كل المواصفات الواحد ممكن تخيلها او يحبها في السيارة فاخمة وجودة القيربوكس ستة نمر وان كنت اتمنى كان يكون تمني نمر يعني في السيارة هادي عندنا كل شيء باللمس اللي هو هابتك اللي هو هاد اللمس وتفتح كمان عندنا الواحد زياد يحط محفظة او شيء اي حاجة يخفي عن العين كل شيء باللمس طبعا على قد ما انه كل شيء حلو باللمس وتفاعل معك من يوم ما تلمسوا فبيديك احساس اذا اشتغل او لا لكن على قبل ما اولو ممكن كل فتر بالك انه تخلي سيارة مطفية وتقعد تمسح الشاشات لانه اه اصابيع الواحد كل شوية هتقعد ايش اتعلم فيها عندنا زر للتشغيل اطفاء السيارة هادي معلومات السيارة كاملة عندنا هنا اهي وعندنا الهيد اوب ديس بلي زي مع زباين ولا لا هاد الهيد اوب ديس بلي اهو شوفوا كده زي ما وريتكم هو في الكتلك الاي تيس الكوب شوفوا الشاشة اهي قدامكم على سارة ديلاكسون في عندنا الازارير حق الهيد اوب ديس بلي المعلومات الاضافية الواحد يبغاه حق التحكم في الشاشة العلوية وعندنا الله سلمكم زر حق البريك مسميه عندنا درج اضافي هنا كمان نوعية الخشب والجلد المعمول منها السارة بصراحة حلوة يعني اخ ازا ما احنا شايفين بشكل جميل الهنا كل حاجة بالتطريز السكف معمول من السويد شوية كل حاجة هنا ايش مخمشين طبعا كمان عندنا الفتحة السكف والستارة هادي الفتحة كاملة زي ما احنا شايفين فعندنا صين كمان الزر التاني هادي الفتحة ستحنة بلمستين لغايتها قدام ولغايتها من السنارة هادي الفتحة السكف حق التشغيل وتكفيل وحق الستارة كمان ها شايفين نجالس في كرسي الأمامي نجالس في كرسي الأمامي حق السيارة المكيف ما شاء الله رائع كل شيء من اجل ما يمكن تبريد الكراسي او تسخينها بس كأنه نوعا ما حاسس الكرسي اي نعم انا عارنا سارة مرياضية لا تفهموني غلط بس كأنه ممكن تستفيد انه كرسي يكون شوية نازل لتحت سنة زيادة شوية لتحت لانه حاسس راسي شوية مرتفع لفوق فلطوال القامة نوعا ما قد تكون الجلسة مهم مرة 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 مريحة كثيرة يمكن فيها شوية كممكن تكون اريحة ولو الكرسي سنة غطس لتحت بالنسبة للجلوس في الكراسي الخلفية كنت اتمنى شوية الزاوية توسع اكبر من كده لانه خصوصا اذا احد كبير في السين ركب وطعبان او شيء او واحد من شاء الله حجم مليان ونوعا ما قد تفتح بزاوية اكبر بساعة بخول الخروج بالنسبة لنجلوس ورا واحدة من اوسع السيارات في فئتها مساحة الجلوس اللي ورا هنا والاستراحة تبريد الكراسي تسخين الكراسي عندنا الله يسلمكم الشاشات الخلفية من اجمل ما يمكن وافخم ما يمكن وجلسة ان شاء الله تشيل ثلاثة انفار ورا عندنا مسائل الشمسيات حقتها او الستاير موجودة يدوية معي كهرباء الخلفية كهرباء بس لكنه وفي عندنا فتحة سكف كبيرة ما شاء الله اثنين بانوراميك روفي يعني مسك من قدام الين المنطقين ونصف السكف اللي ورا نوعية الجلد حلوة كمان شو كن صادق اللي معمولة مننا السيارة والكراسي جدا جميلة هاذي الكراس الخلفية ما شاء الله تبارك الله مساحة الجلوس زماحي شايفين قد عند رجول ما شاء الله شي رائع عندنا هنا زوحنا شايفين سماعات موجودة ما شاء الله نظام السماعات السيارة بو سيستم امامي وخلفي طبعا الارباقات حدثة حرج ما شاء الله كلها الجهزة الإلكترونية الشاشات الفخامة كل اللي تتخير من اسم كذا لك موجود بس بالمفهوم الامريكي في الفخامة شي كبير شي فخم شي حلو لكنه لسه ما نافسوا زما قدس السارة هذه ما نافسوا فيها الألمان ولكن حب يعطوك شي كبير بالمفهوم الامريكي عندنا عندنا الكهرباء ولا تكييف ورا تسخين كراسي فقط ما فيش تبريد في فتحة التبريد كراسي الامامي موجود وعندنا هنا الله يسلامكم مسند اليد كمان والتحكم فيه بالكامل النورة موجود عندنا الان في وضعية الاداء الرياضي حق السيارة فحب أن يشوف التسارع من جوه كيف نعم هنا شوية الشارع في دبي زحمة دائما فلاز واحد يختار شارعه ممتاز موسيقى ماشاء الله الخطة الأحمر تجيب السيارة الاربين بتسارع شديد يعني مو لعب أبدا ماشاء الله عملية التسارع السيارة طبعا فيه رادرات قدامنا شوية تانا نهدي مكونة سملة موسيقى 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 فقر لي بسرع وعندنا نذى للحراء ونجرى للحراء أنت بحراء ترجمة نانسي قنقر 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 خارة بالتجربة الكتلك الاكس اي سي اللي جربتها اشي مميز اشي حلو في السيارة دي او مو حلو الحلو داخل الكابولة التوينتور بو سار في عندك عزم كفاية بدلت 305 حصان انك تحس السيارة بتعافر وبتناهج وبتتعب عبر ما توصل لها الان لا ما شاء الله بتديك العزم حقها بشكل اجمل بكتير السعر في امريكا من حوال 62 الف ل 74 الف او من 64 الف ل 72 الف دولار سعر غالي شوية حبتين على السيارة هذا المتكلم على السيارة يعني 285 الف ريال مثلا 290 الف ريال او سنة اقل فهي لحد لما السعر غالي مشاكل السيارة هادي او عيوبة خلني اقول لكم مميزات عيوبة اتكلم عن مميزات عيوبة السيارة هادي انا زي اقول لكم في عندي تجربة قبل كده حققت المبالة بالتفصيل الممل والكادلك الاكساس بالتفصيل الممل انا هادي الفي حابب اشرح لكم الشرح تلاف فيها ناطة 305 احسنة اللي ما شاء الله 410 يعني حصان توين توربو تحسوا العزم حلو اداء رياضي جميل مقارنة باول السيارة ما في عملية لا والله وزنها تقيل وبتناهج وتتعب عشان تمشي لا بتقلعه بسرعة ما هي معمولة حققت اداء رياضي بس اللهم توين توربو دي نقلت السيارة نقلة نوعية من هنا لهناك ما زالت كادلك تنتقس من عندها في الانتاج حقها اي امريكا كله الكادلاك واللينكين والكلها ينتقسوا ما عندهم لسه السيارات اللي تنافس راس براس الاس كلاس والب اي ام سبعمية والاودي الاي اي اي تلفية هذي لسه مهم وجودة عندهم الكادلك شغال على الان عشان تكون عندها السيارة هذي لانا افتقدتها من زمان الاصطالة الكادلك القديم اللي هو السيارات حلوة مريحة فخت ماناعمة بس ما بتديك الادار رياضي الان ابتدوا شوية شي تجل الادار رياضي اكتر سنتا سيندر تلات عرف ستميت سي 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 توين توربو 410 عصنة اه مازال القاربوكس النامر متمنى يشوف التمانية النامر ينزل عليها كل انواع الفخامة اللي تبغاها والالكترونيات من المرايات المناطق العامية للهيد اوب ديسبلي اللي هي عملية شرح المعلومات على الهزاز عملية الله يسلمكم الفخامة الجلد اي الكترونيات تبغاها في الكورسي وفي الجسمك وفي البودي في كل شي موجود ما في شي ناقص كادلك تاريخية العمرة كانت ان السيارات قوية ايام ما كانوا الناس سلندرين وثلاثة واربعة في عام 1930 و 1920 يعني كانت بالكاد السيارات موجودة تمشي كانت الكاد لك عندها 16 سلندر في ذلك الزمن فطول العمرة كانت ان السيارة فخمة الناس ايامها كانت نشوف اللهم زمان رابط والسود يحرك يشغل المكينة بالهندل بيده كادلك اول من اخترع السلف الكهرباء التشغيل اللي هو المفتاح التشغيل حق السيارة حتى عملية الهيد اوب ديسبلي اللي موجودة المعلومات فوق اول من اخترع الشركة جانا موتورس ونزل عندها مع الكاد لك الاكسل ار والكورفيت من ايامها عملية النايد فيجين على شاعة تحت الحمراء الرؤية الليلية في الظلم برضه كمان من اوائل الناس اللي تطبقوها في سعرات كاد لك كانت في سعراتهم كانت شركة كاد لك في موديل القديم الكاميرا اللي غالية قدام العيوب السعر بنتكالي عملية ٢٩ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ السعر مقليل فل أوبشن في منافسين كتار في السوق بهذا السعر مو بالضرورة بيدوا الفخامة هذه ولا القوة لكن بينافسوها في الشياء كثير السعر قوية الفرامل لا باسوا حلوة. لكن على قلل انه التعليق ما بيعطيك الاحساس انه حكسة رياضية. يعني فلا تتغرب بكلمة انه وانه اخد كادي لك رياضي. لا. كادي لك اسرع من الموديل اللي قبلها او اللي اقل منها. بس ما هي ما هي رياضية بنوعا الرياضي. وما هي لسه انه داخل على الخط حق الالماني. استرنا الموديلات الجديدة. كادي لك برضو شركة جانوتو تقول لنا شغالة. والمفروض انه الآن تطبقوا 8 نيمر. الغيربوكس نزلوه على التاهو واليوكو والدينالي. فقبل ما نشوف التكنولوجيات هذه الجديدة كلها تنزل. الامريكان يقدر يسووها. وسووا شيء حلو كثير. ومتوقع للسهارة هادي ازا يقولوا شغول حلو كمان على قدام اكتر واكتر. اتمنى هذه المشاهدة السريعة على حكاية الفرقة وكلمة في. اللي هو الفرقة الرياضي. انه ادناكم معلومات كاملة. وانشاء الله تجارب تانية كتير. مشاهدة تانية اكتر. وشكرا لكم. وانحبا بقدم اعتزاري. واحد من شهانة لحبط في التيم حكا السيارة. اللي هي الله سيكون قلت انه الجهاز الرادار ستدخل كون انقلل السرعة بسماوك. افلاء السيارة بينه. اذا جاك عائق قدامك او خلفك وانتم ترجع الوراء او قدام. الرادار يفرمي للسيارة بالكامل وانت تدخل منه. وانتها تغطى مني ما تبعتن لها. احابة وصدحها. اه بابا المصناقية وشفافية. ونقل ثانية ما شاء الله امس في النص شغري والمؤتمر يومين. وفي الليل قاعد بتقشير السيارة في النص السنة ما قريب واحدة في الليل. وماشي منطلق. ما شاء الله على قد وزن السيارة تقيلة. وانا دفر باعي. باختب الملفات يعني الملفات ضيقة. اكواس عكو شوية بستطلتها وضيقة. على سرعة مية وعشرين كيلو ما شاء الله من اجمل ما يمح. ما في اي مشكلة سرعة. انا حابة بس اصلح ارغلها في المتقيم حقين. وحب لحنا نبيها نوعها.